السلام عليكم و اهلا بكم السويد بتسمح باهانة المسلمين طيب هل نحرق عالم السويد؟ ولا نحرق قلبهم بالمعنى المجازي احسن ونخليهم يولعوا همه في بعض بالمعنى المجازي برضه اكيد نحرق قلبهم ويولعوا في بعض مجازيا افضل بكتير من اننا نولع في عالمهم اللي مهما زائع لهم عليه لكن مش هيحرق قلوبهم علشان كده حاولوا تصدقوني لما اقولوكم اننا ممكن نستفيد من جريمة حرق المصحف اللي حصلت في السويد دي مؤخرا اكيد في ناس منكم حيقولوا دلوقتي ايه الكلام الفاضي ده يا عدو الله لا 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 معلش صبركم عليها شوية تعالوا نعرف ازاي ممكن نستفيد من ده بالاضافة طبعا لادانتنا وغفضنا القاطع لللي حصل ده بطرق تعبيرية تانية ولكننا عايزين نعمل اثر مش مجرد اننا نشجب ونستنكر وفي نفس الوقت عايزين نستفيد طيب ازاي ممكن نستفيد من الجريمة دي ونعمل اثر عكسي او بالبلدي نرد السحر على الساحر انا اقول لحضراتكم يا جماعة طبعا انتوا لاحظتوا ان الحقير اللي اقدم على حرق المصحف ده واهانته واهانة مشاعر المسلمين في العالم هو المدعو سلوان موميكا الشخص ده سويدي ملحد من اصول عراقية سبق وهرب من العراق علشان يعيش لاجئ مشرد في السويد السويد احتضنته واقوته ودت له الجنسية والاقامة والحماية لانه ملحد وكاره للاسلام بمعنى انه ما كان ليحصل على اي امتياز في السويد لو لانه قدم نفسه للسلطات هناك تحت زريعة ايه انه مضطهت في بلاد المسلمين لانه بيحمل افكار ما بين قسين مضادة للمسلمين والدين المسلمين وطبعا حضراتكم عارفين ان البلاد دي اللي زي السويد وبريطانيا والدنمارك وغيرهم بيعشقوا اي حد عنده مواقف متطرفة تجاه الاسلام وتجاه المسلمين بيقوا تحت اجذوبة حقوق الانسان وحماية حرية الرأي والكلام ده طبعا ده كلام فارغ واحنا عارفين ده كويس ما هي حرية الرأي عندهم هي معادات الاسلام وبس لكن تخيل لو مسلم حرق انجيل ولا حرق علم بلدهم ولا حرق علم المثليين حتى تحت شعار حرية رأي اللي هما بيتشدقوا بيها لا ساعتها ده حيبقى ارهابي وعنصري وبيتطهد الاخرين ولازم يطيبط عليه ويتحاكم علشان كده ونخلي بنا من الكلام اللي جاي ده من فضلك علشان كده احنا لو قدرنا اننا نهز اقتصاد السويد ونشارك في حملة المؤطعة الضخمة اللي الازهر الشريف ده عليها ضد اي منتج سويدي وتسببنا في خسائر للاقتصاد السويدي ولو ببضع عشرات من الملايين الدولارات ساعتها حنكون نجحنا كمسلمين اننا نوري الشعب السويدي واوروبا كلها والعالم كله ان تمن استضافة بلد وحكومتها للاشكال القذرة اللي زي سلوان موميكا دي تمن وغالي جدا وكأننا بنقول لهم لو كنتوا حتتشدقوا بالدستور بتاعكم ومبادئكم العلمانية المتطرفة اللي بتسمح باهانة مشاعر المسلمين ورمزية مقدساتهم وتدوا الجوء لكل كلب بيعوي ولا ينبح على الإسلام والمسلمين فانتوا هتدفعوا تمن ده كتير قوي من اقتصادكم ومصالحكم ومن جيوبكم بالبلد كده وكأننا بنقول لهم خلوا موميكا وأشكاله ومبادئكم العلمانية المتطرفة تنفعكم على فكرة انا مش ضد اننا نعبر عن رفضنا بأساليب تانية تحت سقف القانون طبعا ولكن صدقوني حرق أعلم السويد مش هيحرق قلوبهم ولا قلب حكومتهم اللي هيحرق قلبهم هو اننا ننبزهم وننبز منتجاتهم ونعمل ضغط شعبي في بلدنا لتشجيع الحكومات على اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد السويد ولكن صدقوني مش ده المهم ومش حنعول عليه لانها أموك سياسية سيادية بترتبط باتفاقيات وحاجات زي كده المهم هو الناس والشعوب لو الشعوب الإسلامية تفعلت مع حملة المؤطعة بشكل كبير قوي ضد السويد وشجعت شعوب ودول تانية ان هي تتضامن معاها هتبقى عمل مؤثر جدا يحرق جيوب السويديين يعني يحرق قلوبهم مجازا علشان يتربوا ويعرفوا ان بلادهم بتدي الجوء وامتيازات لأشكال قذرة بتجب لهم مشاكل فيما بعد وارجع واكد لكم اننا ممكن نستفيد من الجريمة الحقيرة دي ونقلب الطاول عليهم بشرط ان تكون حملة المؤطعة للمنتجات السويدية حملة جبارة حملة كبيرة جدا وبالتالي نحرق قلبهم بالمعنى المجازا يعني نحرق جيوبهم ونعطل مصانعهم ومصالحهم ونتسبب في رفع نسبة البطالة عندهم وبكده نقول لهم خلوا سلوان بن الموميكا دا ينفعكم هو وامثاله وده من شأنه انه يدي رسالة لأي دولة مش بس السويد لأي دولة انها تفكر عشرات المرات قبل منحها اللجوء والحماية لأشكال موميكا والاهم من كده انها تسمح له او لامثاله حتى من ابناء البلد نفسها انهم يتطولوا على المسلمين وقرآنهم ويعرفوا ان التمن هيكون غالي جدا واللي بيؤكد لكم دا هو ان الشرطة السويدية كانت اوقفت منح تصاريح التظاهر وحرقة او تدنيس المصحف الشريف وقالت ان دا لأسباب امنية بينما اكد المحللين ان دا لأسباب اقتصادية وسياسية بمعنى ان الحكومة السويدية استشعرت خطورة ردة الفعل الاسلامية وتأثيرها على الاقتصاد السويدي وده بيثبت انه فعلا المقاطعة هيكون لها اثر مؤلم جدا عليهم ولكن محكمة سويدية ابطالة الاجراء دا واجبارة الشرطة السويدية انها تسمح لموميكا القذر انه يعمل عملته ويهيني المسلمين لذلك لازم رسالتنا ليهم تكون قوية جدا ونقول لهم خلوا قوانينكم الشيطانية دي تنفعكم ونهز اقتصادهم ونخليهم يولعوا في بعضهم اه على سيرة يولعوا في بعضهم دي تعال اقول لكم ازاي هنخليهم يولعوا في بعض انا ممكن اتخيل وادعوكم معايا للتخيل ايه حيكون لسان حال اي مواطن سويدي بسيط محترم مالوش في الحكاية دي خالص مالوش فيها ولا ناقة ولا جمد لما يكتشف انه اصبح عاطل عن العمل او ان الحكومة السويدية قللت النفقات او المساعدات او الخدمات اللي بتقدمها له بسبب اهتزاز الاقتصاد السويدي تأثرا بحملات المخاطعة ده لان حكومة هذا المواطن السويدي سمحت لموميكا وامثاله ان هم يعملوا عملتهم دي ويهينوا المسلمين ومشاعرهم صدقوني ساعتها هيحصل تفاعل شعبي عندهم في السويد ما بين مؤيد ومعارض وخليهم يولعوا في بعض بقى واحنا نقف نتفجق على فكرة والشيء بالشيء يذكره فيه ناس بتتكلم عن ان تركيا بتقوم مشكورة ما بين قسين بمنع انضمام السويد لحلف الناتو عقابا ما بين قسين برضو للسويد لانها بتسمح لامثال موميكا انهم يحرقوا المصحف الشريف ويهينوا المسلمين عفوا يا سادا الكلام ده غلط ومش صحيح لان الدولة التركية وقفت في طريق انضمام السويد للناتو من اجل ابتزاز السويد سياسيا لتسليم معارضين اكراد للنظام التركي بيعيشوا في السويد يعني استغلال مواقف للحصول على مكاسب سياسية الدين ملوش علاقة وعلى فكرة ده مش غلط في علام السياسي على فكرة يعني ولكن ده هو السبب الوحيد يا جماعة ولو كانت السويد سلمتهم او طردت الناس دي من اراضيها كانت تركيا حطت موافقتها على انضمام السويد للناتو من زمان بس اساس الاتراك بيتعمدوا لما يوجهوا خطابهم الاعلامي للعالم العربي والاسلامي بيتعمدوا الادعاء بان تكرار حوادث حرق المصحف في السويد هي السبب الرئيس لرفض تركيا لانضمام السويد للناتو وده مش حقيقي اطلاقا وطبعا خلوا بالكم احنا بنتكلم عن انضمام السويد للناتو مش انضمامها لجماعية اهل البر الاسلامية ده الناتو يا جماعة وما ادراك ما الناتو وما فعل الناتو بالمسلمين ولكن الاعلام التركي واعلام خلفائه في العالم العربي وحضرتكم طبعا عارفين هم مين اكيد يعني الاعلام ده نجح في تسويق فكرة ان تركيا كرامة ان الاسلام والمسلمين عطلت انضمام السويد لحلف الناتو واخفوا حقيقة حلف الناتو عن الناس وبعدين لو تركيا فعلا هتعاقب السويد بسبب تكرار حوادث حرق المصحف على المستوى الحكومي طيب ليه مش بيضاقف التجارة معاها مثلا ولا دي نكره ودي نكره ومحدش هن يقول لي طيب ما تقول الكلام ده يعمل الدول العربية قبل ما تقول التركية لا انا بقوله التركية لان الدول العربية سياستها مش الجعجعة زي تركيا بتاعت اردوران ما طلع وعملت شويتين بتوعه كالعادة طيب ما تسترجل وتقطع العلاقات طيب ما تقطع التجارة البينية لا تركيا اخرها تصريحته بس واوروبا والعالم كله عارف الحكاية دي وبياخده اردوران على قد عقله وكفاية عليه شوية المعاتيه الاخوانجية اللي بيصدقوا كلامه احنا كعرب لازم نفعل سياسة المقطعة ولا شك ان حضراتكم عارفين ايه هي اشهر الماركات والمنتجات السويدية ولكن انا مش هقدر اتكلم عن ماركات معينة بعينها علشان ما يحصلش تقييد على الفيديو وربما القناة وخصوصا اشهر ماركة عندهم واخدين بالكنتو اشهر ماركة عندهم اكيد عرفتوها اهمية نجاح حملة المعاطعة دي مهم جدا لان السويد من اكتر الدول شراسة ضد الاسلام وضد الاخلاق بشكل عام واكد طبعا حضراتكم سمعتوا عن عمايل ما يسمى السوسيال اللي موجودين في السويد واللي بياخدوا ابناء المسلمين من اهليهم علشان اهليهم ما يربهمش على الاخلاق والدين ولا شك انكم سمعتوا قصص كتير عن الموضوع ده اعتقد ان القصص دي هتكون حافز قوي ليكم علشان تعملوا مقطعة تهز كيان الاقتصاد السويدي علشان يتعلموا ويفهموا اننا فاهمين ان تشدقهم بحرية التعبير ده كلام فاغر لان الحقيقة ان هم بيحموا حرية الاساء للاخرين وشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركة جوكوة لآوعاته سامسا